بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الطلاب والطالبات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحياكم الله تعالى وبياكم وأهلا وسهلا بكم معنا في درس من الدروس المتعلقة بالتفسير درسنا بإذن الله تعالى هو مراجعة وتقويم لدروس سورة النحل بإذن الله تعالى أقفوا إياكم مع تقويمات وأنشطة مفيدة بإذن الله تعالى والمرج من الجميع الطلاب والطالبات أن ينتبهوا حتى نستفيد بإذن الله تعالى إذن على بركة الله جل وعلا درسنا أيها الطلاب والطالبات كما علمتم مراجعة وتقويم لدروس سورة النحل على بركة الله نبدأ بهذا المدخل وهذا التمهيد الذي من خلاله ندخل إلى جو درسنا هنا أيها الطلاب انتهينا بحمد الله تعالى من الوحدة السادسة من هذا المقرر والتي كانت بعنوان تفسير سورة النحل في هذا الدرس بإذن الله تعالى سنأخذ وإياكم مراجعة وتقويمات لما سبق أن درستموه بفضل الله جل وعلا إذن على بركة الله نبدأ وإياكم مع أول هذه التقويمات مع أول الآيات في هذه السورة أمامكم الآيات الكريمات تلونها سابقا على مسامعكم لسنا بحاجة إلى أن نعيد تلاوتها لكن المرجو من الطلاب والطالبات أن يهتموا دائما وأبدا بإتقان وصحة التلاوة للآيات لأن هذا ينبني عليه بإذن الله تعالى فهموا معاني الآيات لكننا بإذن الله تعالى سنقف إياكم على بيان بعض معاني الكلمات أمامكم هنا قول الله جل وعلا أتى أمر الله ما المراد بهذه الجملة في الآية الكريمة هنا المعنى قرب وعد الله بمجازات الكافرين والمراد يوم القيامة نأتي إلى قوله جل وعلا على من يشاء من عباده ما المقصود بالعباد هنا هم الأنبياء الذين يوحى إليهم نأتي إلى قوله سبحانه وتعالى عن الإنسان فإذا هو خصيم ما معنى قوله خصيم يعني شديد الخصومة بالباطل أيضا نأتي إلى معنى قوله تعالى ومنافع لكم فيها دفء ومنافع المنافع أي من مركب ولبن ولحم وغير ذلك نأتي إلى قوله جل وعلا ولكم فيها جمال حين تريحون ما المراد بقوله تريحون نعم حين تردونها بالعشي وإلى مأواها وقوله جل وعلا تسرحون حين تخرجونها صباحا إلى المرعى هذا ما يتعلق أيها الطلاب والطالبات ببيان الكلمات الغريبة في الآيات التي معنا بعد هذا كنوا معي أيها الطلاب والطالبات لهذا التقويم الذي من خلاله بإذن الله تعالى نقف على جوارب مهمة من الآيات الكريمة التي معنا هنا سؤال لماذا كان المشركون يستعجلون نزول العذاب بهم لماذا كان المشركون يستعجلون أن ينزل العذاب بهم ما الجواب أيها الطلاب والطالبات من خلال التأمل والنظر في الآيات الجواب كما تعلمون كان المشركون يستعجلون ما أوعدهم الرسول صلى الله عليه وسلم من قيام الساعة أو إهلاك الله تعالى لهم استهزاء وتكذيبا فهم يستبعدون ويظنون أنه لا بعث بعد الموت لهذا هم إنما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموعد وهذا اليوم من باب التهكم والسخرية هذا ما يتعلق بجواب هذا السؤال ننتقل أيها الطلاب والطالبات بعد هذا إلى تقويم آخر من التقويمات المفيدة بإذن الله تعالى في هذا الباب المتعلق بمراجعة معاني هذه السورة الكريمة هنا السؤال ما الحكمة من التعبير بصيغة الماضي في قوله تعالى أتى أمر الله مع أن الساعة لم تأتي بعد فما الحكمة أو ما السر أو ما الغرض البلاغي في التعبير بصيغة الماضي عن أمر لم يقع وإنما سيقع بعد والله تعالى أعلم بموعد قيام الساعة الجواب كما لا يخفى جاء التعبير في الآية الكريمة بصيغة الماضي مما يؤكد تحقق الساعة واقتراب وقوعها وهذا أيها الطلاب والطالبات صورة بلاغية معروفة عند العرب في التعبير عن أمر محقق وقوعه فيعبر بهذا بالفعل الماضي مع أن هذا الأمر لم يقع في الماضي وإنما التأكيد على وقوع هذا الأمر وحصوله وهذا يدل على الإعجاز القرآني في هذه الآية الكريمة إذن أيها الطلاب والطالبات بعد هذا نأتي أيضا إلى تقويم آخر من التقويمات المتعلقة بهذه السورة الكريمة هنا السؤال لما خص الأكل بالذكر مع دخوله في جملة المنافع الواردة في الآية لأن الله تعالى ذكر الأنعام وذكر وخص الانتفاع بالأكل مع أن الأنعام يؤكل منها وتركب ومنافع أخرى كثيرة لكن لماذا خص الأكل بالذكر في هذه الآية؟ هناك سر من الأسرار ينبغي أن نكشفه وإياكم أيها الطلاب والطالبات إذن الجواب خص الأكل بالذكر مع دخوله مع جملة المنافع الواردة في الآيات لبيان امتنان الله بنعمة تسخيرها للأكل منها والتغذي واسترداد القوة لما يحصل من تغذيتها هذا جواب لبيان هذا السر أيضا جواب آخر لو تأملتم أيها الطلاب والطالبات لأن الأكل هو الغالب الأكل من هذه الأنعام هو الغالب وهو المباشر للانتفاع من هذه الأنعام لذلك خص الأكل بالذكر وإن كانت المنافع تحصل من هذه الأنعام بغير الأكل ولكن كما ذكرت في بيان هذا السر وهذه الحكمة القرآنية بعد هذا أيها الطلاب والطالبات نأتي إلى آيات أخر من هذه السورة الكريمة نقف وإياكم مع الآيات و المرجو منكم النظر إلى الآيات و قراءتها قراءة سليمة صحيحة قد كنا بحمد الله تعالى تلونها سابقا لكن الآن نقف وإياكم مع بيان بعض معاني الكلمات في هذه الآيات عندنا قول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل ما المراد هنا بالعدل في الآية أي بالاعتدال والتوسط في الأمور اعتقادا وعملا وكذلك خلقا وكذلك القصد وهو إقامة العدل بين الناس وإعطاء كل ذي حق حق لاحظوا معي كلمة واحدة وتحتها معاني واسعة مما يدل على سعة كتاب الله جل وعلا أيضا في قوله تعالى الإحسان ما المراد بالإحسان أيها الطلاب والطالبات أحسنتم هو إتقان العمل في جانب ما يتعلق بحق الله تعالى وكذلك نفع الخلق إذن الإحسان هنا له جانبان جانب متعلق بالخالق جل وعلا وهو إتقان العمل بالإخلاص فيه والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عمل والإحسان الآخر هو بدل النفع للخلق بشتى أنواع الإحسان في قوله تعالى البغي ما المراد بالبغي هنا أيها الطلاب والطالبات نعم هو كل عدوان على الخلق سواء في الدماء أو في الأعراض أو في الأموال فلا يحل أبدا البغي أو الظلم أو التعدي على الآخرين في أموالهم ولا في أعراضهم ولا في أنفسهم أيضا في قوله تعالى وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ما المراد أيها الطلاب والطالبات بهذه الكلمة كفيلا نعم شاهدا ورقيبا وضامنا جعلتم الله تعالى عليكم شاهدا وعليكم ضامنا وعليكم رقيبا نأتي وإياكم إلى قوله جل وعلا من بعد قوة أنكاثة ما المراد بهذه الجملة في الآية الكريمة يعني أنقاضا وكل شيء نقض بعد الفتل فهو أنكاث إذن هذا ما يتعلق بهذه الجملة في الآية الكريمة نأتي إلى قوله تعالى تتخذون أيمانكم دخلا ما المراد بالدخل هنا نعم مفسدة وخيانة وخديعة بينكم نأتي أيضا إلى قوله تعالى أن تكون أمة هي أربى من أمة ما المراد بقوله تعالى هي أربى أي أكثر وأعز وأوفر مالا هذا ما يتعلق أيها الطلاب والطالبات ببيان الكلمات الواردة في الآيات الكريمات بعد هذا انتقلوا معي أيها الطلاب والطالبات لنقف وإياكم على بعض التقويمات المعينة بإذن الله تعالى على فهم الآيات الكريمات هذا التقويم أمامكم أيها الطلاب والطالبات سؤال لما عد بن مسعود رضي الله عنه قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان إلى آخر الآية أجمع آية في كتاب الله جل جلاله السؤال لكم مطروح أيها الطلاب والطالبات وينبغي أن تنظروا في الآية ولماذا جعل بن مسعود هذه الآية أجمع آية في كتاب الله سبحانه وتعالى الجواب لا شك أنه واضح بحمد الله تعالى فهو قد قال هذه أجمع آية في القرآن لخير يمتثل وشر يجتنب بمعنى آخر أن هذه الآية أمرت بكل خير ونهت عن كل شر لو تأملتم في الآية يأمر بالعدل والإحسان وإيتائذ القربة فهذه الأوامر الثلاثة تحتها كل الأوامر التفصيلية ومتفرع عنها وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لو تأملتم في المناهي هذه الثلاثة لرأيتم أن كل المحرمات وكل المنهيات داخلة تحت هذه الثلاثة إذن هذا ما جعل هذا الصحابي الجليل يجعل ويعد هذه الآية أجمع آية في كتاب الله سبحانه وتعالى هنا لاحظ هنا حكى النقاش قال يقال لاحظ زكاة العدل الإحسان فهنا لاحظ معي دلالة شمور الآية وأنها آية جامعة وزكاة القدرة إذا كنت قادر على أن تبطش وأن تنتقم زكاة القدرة العفو زكاة الغنى إذا كنت غنيا ذا مال فهو المعروف وبدل الندى للناس كذلك زكاة الجاه إذا كنت صاحب منصب وصاحب جاه عريض عند الناس ومكانه مرموق عند الناس فما الإحسان في ذلك هو كتب الرجل إلى إخوانه يعني أن يشفى عن إخوانه يكتب لهم أو يخاطب من عنده الأمر المقصود هو زكاة كل شيء بحسبه هذا ما يتعلق بهذا السؤال وبيان أن هذه الآية فعلا أجمع آية في كتاب الله سبحانه وتعالى ننتقل أيها الطلاب والطالبات إلى هذا التقويم المتعلق بالآيات الكريمات هنا سؤال كيف نجمع أيها الطلاب والطالبات بين قوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم وبين قوله تعالى في هذه السورة وقوله تعالى في مضع آخر ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم هنا عندنا الآية الكريمة الأولى معنا في هذه السورة وأتينا بآية أخرى من سورة البقرة فما الرابط أو ما الجمع بين الآيتين الأمر أيها الطلاب والطالبات يحتاج إلى تأمل وإلى نظر حتى ندرك الرابط والجامع بين الآيتين الكريمتين إذن أيها الطلاب نأتي بعد هذا إلى هذا التقويم الذي معنا المتعلق بالآيات الكريمات هنا السؤال كيف نجمع بين قوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم وهذا معنا في هذه السورة وبين قوله تعالى في موضع آخر ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم هذا أيها الطلاب والطالبات يحتاج منا إلى تأمل ونظر حتى نرى الرابط والجامع بين الآيتين الجواب كما لا يخف أيها الطلاب والطالبات الجامع بينهما ألا تجعلوا حلفكم بالله تعالى مانعا لكم من البر وصلة الرحم والتقوى والإصلاح بين الناس هذا ما يتعلق بالآية الثانية وهنا بأن تدعوا إلى فعل شيء منها سواء الإصلاح أو التقوى وغيرها فتحتجوا بأنكم أقسمتم بالله أن لا تفعلوا بل على الحال في أن يعدل عن حالفه ويفعل أعمال البر ويكفر عن يميره التي حلف بها إذن هذا هو الجامع بين الآيتين الكريمتين بعد هذا أيها الطلاب والطالبات نأتي وإياكم إلى الآيات الكريمات وهذه الآيات أيضا متعلقة بهذه السورة وكما تعودنا أيها الطلاب والطالبات نقرأ الآيات قراءة صامتة سويا ثم نقف وإياكم مع معاني الكريمات عندنا قول الله تعالى وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا ما المراد هنا بقوله تعالى دخلا قد مر معنا في آيات سابقة هذه الكلمة هنا خديعة ومكرا في قوله تعالى فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا ما المراد بهذه الجملة أيها الطلاب والطالبات الواردة في الآية الكريمة نعم هذا مثل لمن كان على الاستقامة ثم ظل أعاذني الله وإياكم من ذلك نأتي أيضا في قوله تعالى وتذوق السوء ما المراد بالسوء هنا المراد به عذاب الله تعالى في الدنيا أعاذني الله وإياكم من عذابي في الدنيا وفي الآخرة هذا ما يتعلق بالكلمات الواردة في الآيات الكريمات بعد هذا أنتقل وإياكم أيها الطلاب والطالبات إلى تقويم متعلق بالآيات الكريمات هذا سؤال معنا لماذا كان الكاذب في يمينه صادا عن سبيل الله إذا كذب الإنسان في يمين حلف كاذبا حلف بالله تعالى كاذبا هذه معصية وهي اليمين الغموس فلماذا يكون صادا عن سبيل الله عز وجل الجواب أيها الطلاب والطالبات الأيمان الكاذبة من أسباب الصد عن سبيل الله لماذا لأن الكافر إذا رأى أن المؤمن قد عاهده ثم غدر به لم يبق له وثوق بالدين وقد يصده ذلك عن الدخول في الإسلام إذا هذا من باب التنفير إن منكم منفرين فهذا ينفر الآخرين عن الدخول في هذا الدين إذا نحذر من هذا الأمر أولا لأنه معصية لله جل وعلا وكذلك هو يصد الناس عن الدخول في دين الله سبحانه وتعالى نأتي أيها الطلاب والطالبات أيضا إلى تقويم آخر من التقويمات التي معنا المتعلقة بالآيات الكريمات ما أسباب السعادة في الدارين كما ذكر في الآيات هناك أسباب كثيرة لكن معنا في الآيات ذكرت بعض الأسباب التي يسعد بها الإنسان بإذن الله تعالى الجواب هو العمل الصالح لقوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة والحياة الطيبة هي الحياة السعيدة الهانئة التي يهنأ بها المسلم في هذه الدنيا هذا ما يتعلق بهذا التقويم نأتي وإياكم إلى تقويم آخر من التقويمات المتعلقة بالآيات الكريمات لماذا نهى الإسلام عن قتل أو إيذاء أهل الذمة والمعاهدين والمستأمنين مع أنهم ليسوا على ديننا الإسلامي ما الجواب؟ الجواب أيها الطلاب والطالبات أمامكم على الشاشة قد كفل الإسلام لمخالفه في العقيدة حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية كما كفله لأتباعه في حدود النظام العام وحسن رعاية الآداب وترك لهم حرية التعامل والتقاضي فيما يتصل بالعقائد متى كان ذلك مشروعا ومقررا لديهم أن عقد الذمة على عقيدته وعدم التعرض له لماذا؟ لأجل ديانته لأنه نصراني أو أنه يهودي وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود المحيطين بالمدينة على ممارستهم الشعائر الدينية إذن هذا الجواب لهذا السؤال فجاءت الأحاديث تكفلوا لهؤلاء المخالفين حقوقهم فينبغي أن نأخذ بهذه الآيات الكريمات والأحكام الشرعية المرعية المتعلقة بهؤلاء نأتي وإياكم إلى تقويم آخر وهو جواب متعلق بهذا التقويم وهو كما أعطى عمر رضي الله عنه لأهل إيلياء في بيت المقدس هذه أيضا أدلة أخرى دال على ما سبق ذكره وأمنهم على أنفسهم وعلى أموالهم وكذلك في كنائسهم وصلبانهم ومما سبق أيها الطلاب والطالبات يتبينوا تحريم قتل النفس المعصومة بغير حق ومن الأنفس المعصومة في الإسلام أنفس المعاهدين وكذلك أهل الذمة والمستأمرين فعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل معاهدا لم يره أحد الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما وهذا في صحيح البخاري وهذا وعيد شديد يدل على خطورة هذا الأمر أيها الطلاب والطالبات نأتي بعد هذا إلى ختام درسنا بعد أن طوفت وإياكم بحمد الله تعالى في مراجعة والوقوف على تقويمات في آيات كريمات من هذه السورة سورة النحل والتي تسمى أيضا سورة النحل هي آيات كريمات ومعانيها جليلة ينبغي للطالب والطالبة أن يتأمل الآيات وأن يقف مع معانيها وأن يستذكر تلك الأحكام وتلك الفوائد التي استنبطناها والأهم من ذلك أيها الطلاب والطالبات أن نطبق هذه الأحكام الشرعية في حياتنا فنكون بإذن الله تعالى قد امتثلنا ما أمر الله جل وعلا به وانتهينا عما نهى الله تعالى عنه أشكر لكم أيها الطلاب والطالبات طيب المشاهدة وحسن المتابعة ألقاكم على خير بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته